يعني النظافة الشخصية دي مفروض نطلبها ازاي بقى من دكتور نفسي هو يقول لنا اقول له ازاي استحمى اخسل سنينك اشيل مثلا دقنك خفيفة عشان بتشويقني بنقولها ازاي عشان ما يجيش يقولك دي بتدايقني دي بتكير خلية وحشا هو طبعا فيه حاجة مشكلة شوية يعني الشخص اللي ما بيبقاش مهتم بنظابته الشخصية ده بيبقى اتعود على كده من زمان من زمان قوي من قبل مكان طفل هو كده كان مهمل في نفسه مش بيهتموا حاجات كتير جدا لما بتيجي تدخل في حياة جديدة انت المفروض ان انت شريك حياتك ده المفروض ان انت يعني يعني تبقى فألز حاجة عشان يبقى يحصل التوافق ما بينكم والانسجاب فأكيد لما شريك حياتك يعني هي بتطلب منك ان انت تغسل سنينك بفرشة مش بتطلب منك ان انت ترمي نفسك في البحر فالطبيعي ان انت اصلا قبل ما تطلب منك انت تعمل ده فيه مشكلة خطيرة حيطة برضو النظافة الشخصية على فكرة بتعمل مفور ما بين الناس ما بين الازواج فيه حد بيشتكي مثلا انه مش قادر اقرب من الشخص ده ان الشخص ده مهمل في نظافته الشخصية على فكرة من احد الازواج اللي بتوصل لطلاق لو فيه طرف من الاطراف ما انتبهش ان النظافة الشخصية مهمة جدا في الحياة الزوجية يعني مش هينفع نقولها؟ نقول ايه؟ نقوله تقوله بس هو فيه حاجة مش ياخده بالك منها الشخص اللي موجود معها ده مش متقبل اي شيء للتعديل او ممكن يكون بيكرها فيه اكتر عايزة تطلب الطلاق فاعد ببصل وافضل قعدة لازق جمه ولو طلبة الطلاق هو الخسران ده البنت دي كده يبقى ربنا نجاه على فكرة او الله لو هو عايز يوصلها للحتة دي ده البنت دي فعلا يبقى خرجت من جحيم لو هو فعلا دماغه ده طب ليه حاول يخليها تحمل؟ حاول ايه؟ يخليها تحمل يعني محاولات مع الدكتورة شكله قدام العيلة اه معقولة مش قاعد بقى بيئة عيلة وقدام البلد وانه هو بقى له سنة مثلا ولسه مفيش مثلا حمل ولسه مفيش اي شيء فلازم بقى عايزين نفرح بابنك ببنتك بالكلام اللي انت عارفاه بس الحمل طبعا جيد طبعا يعني يعتبر بطريقة هو هو معملش شيء يعني معملش حاجة فالقصة كلها انه هو واضح انه هو معاند وقف عند حاجات معانة وبيصدم البنت والبنت كلما كانت بتتنازل اكتر كلما كانت بتثبيت له ان انا ضعيفة وان انا مليش حيلة وان انا مش قادر اعمل ففيه ناس لما بيلاقونا سكتين كده وبنعدي بعض الاخطاء او بعض الحاجات النواقص اللي عندهم يدوس يتمادر يفتكروا ان احنا ايه ضعاف بدليل انه هو بتدقى يقول لها ايه؟ ما تحمد ربنا ايه يعني ما فيش ما تحمد ربنا ان انت ما بتنضربيش طب هو ازاي عندهم مشاكل دي وبيبص على ستات ده شخصية ده انسان غير سوي نفسيا يا سالي طيب بيعمل اسقاط من عيوبه اللي موجود عنده على الشخصية اللي عايشة معانة يعني الناس دي لما نعمل لها حاجة كويسة بيضيقونا نفسيا بدلا ما يشيرونا فقرصهم اه هو كده لانه بيعمل اسقاط ومش شايف منها حاجة كويس على فكرة هو مش شايف منها ان هي استحملته فترة بدون اي شي الناس دي لما شايفين نفسهم ضحية في المجتمع وعلى فكرة في حاجة تفتكر في بداية القصة البنت كان طلباتها في الجواز كانت بسيطة جد وفقت ان هي تقعد في بيت العيلة عادة وقطين وقطين اه ونقعد على كرسيين وطربيزة وفترة الخطوبة خمسة كيلو برطوءا جاب جاب لهاش اي هدي يعني البنت ما كانش لها طلبات البنت ما كانش لهم اي شي واضح ان الناس دي عيلة يعني ناس كويسة وقالت لك ان احنا ايه من طردونا دي نهو يعني اه فزوجهم اي ففيه ناس بيفتكروا ان احنا لما بنتنازل او يعني بنمشي الدنيا ان احنا مثلا مش لقين غيرهم اه او مثلا ان احنا ضعاف او ان احنا محتاجين ما هو ده غلط ما ده اللي بيوصل للناس ان هي تاخد علينا او ساعد بيبع عندهم او قد نقص يا دكتور بيطلعوها علينا ما هو عندي يلاقيك جدعي يلاقيك كويسة معاي يلاقيك بتعمليله فيجي اقولك لا طب والله العظم اللي واريها هاعمل ايه يعني تفتكر نفسك وايسة انا ادوس عليها ادوس عليها وفي نفس الوقت اعمل اسقاط وابدأ اتهمها كمان ده ممكن يتهمها كمان يقول لها ايه انت احاول محطيني انت السبب في المشكلة اللي عندي انت مثلا اللي مش بتعرفي اتي بتوطريني او مثلا بتوطريني احنا بيت�� ست ستب متقول مشكلة دي تقولك تأصبي اي اللي انت بتوطريني أصيبه لك أنا لسه مش بتعود أصيبه لك لانا لسه دي حياة جديدة إنتي مفروط تساعديني في بقى حجة تانية يقولك يفروط تعلميني لا أولا مفروض الراجل لو مش متعلم منها يعني انت فاهم لو فاهم لا خذت حاجة زوجية لو الراجل مش قادر يشير المسؤولية هو بيتجاوز ليه أه طب وبيصدم بقية الناس مسؤولية حاجة زي دي مهمة جدا يعني مثلا دي أساس علاقة زوجية